منافس النادي الأهل الأبرز في السنوات الأخيرة مع سانداونز قاب قوسينا وأدنى من توديع لوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بتكلم على نادي الوداد المغربي نادي الوداد بسبب نتايكو السيئة في الخمس جولات الماضية من دور المجموعات أصبح مصيره مش في إيده للتأهل خلال الجولة الأخيرة نادي الوداد هيستضيف أسك أبتجان في المغرب ونادي سيمبا اللي بينافس نادي الوداد لأبطال التأهل التانية خلاص بعد أسك ما ضمن التأهل هيستضيف نادي جالاكسي باطل بوتسوانا سيمبا يكسب بأي نتيجة خلاص مباراة الوداد وأسك هتبقى نتيجتها نتيجة شرفية ملهاش أي قيمة مش مؤسلة في التأهل ليه؟ لأن سيمبا ساعتها هيتساوى مع نادي الوداد حتى لو الوداد كسب أسك هيبقل 2-9 نقاط بس سيمبا متفوق في المواجهات المباشرة نادي الوداد ما عملش حساب الظروف دي وفرصته الوحيدة في التأهل أنه هو يكسب أسك في المغرب أو يتعادل بس سيمبا ما يكسبش أو يخسر بقى قدام جالاكسي اللي هو حصلت المجموعة صاحب المركز الرابع وأضع فرق المجموعة وبالتالي شبه معجزة أنه يقدر يتفوق على سيمبا في تنزانيا ده اللي نستنام ونشوفه في الجولة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر